نفتي والرموز الغير قابلة للاستبدال أما إذا بدنا نتقل إلى خبرنا التالي ونحكي عن عالم السوشل ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والمراسلة خلونا نحكي عن تطبيق واتساب تطبيق واتساب عم بيعلن عن ميزة جديدة ومهمة جدا أعلنت الآن تطبيق واتساب عن ميزة جديدة بتسمح لمستخدمي حذف الرسائل داخل المحادثات النصية خلال فترة بتصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها وحتى في حال قراءتها بالجانب الطرف الآخر كما هو الحال في التطبيقات الأخرى مثل ما عم نحكي مثلا ماسنجر فيسبوك أو حتى انستجرام هاي الميزة لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية بجديدة حيث أتاح واتساب منذ عام 2017 تقريبا إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها بينما تم تحديثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية بالتحديد قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة أي يومين و12 ساعة والسر وراء اهتمام واتساب لزيادة المد المسموح فيها بالحذف دوريا أنها جاءت استجابة لرغبات المستخدمين ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل أو حتى الرسائل المحرجة اللي بتم الرسائل إرسالها للطرف الآخر وبالتالي بيفكر جيدا في محتواها وبيكون في يده الخيار أيضا لحذفها من جهة أخرى بيتيح التطبيق المنافس الرئيسي تيليجرام لمستخدمي حذف الرسائل المرسلة في غضون 48 ساعة من الإرسال لذلك بيطلع واتساب هون الحصول على ميزة 12 ساعة وما في مؤشر في واتساب بيتا لإعلامك بالحد حتى الآن رح تحتاج فقط إلى تجربتها بنفسك على طريق إرسال رسالة إلى مجموعة ثم محاولة حذفها بعد يومين وطبعا هذا مو التحسين الوحيد اللي عم يعمل عليه واتساب أو الميزات الوحيدة لحذف الرسائل في أيضا ميزة للاستماح لمسؤولي المجموعات والجروبس بحذف الدردشات من أي شخص في المجموعة للأعضاء الآخرين وهذه الميزة قيد التطوير أيضا نرى العديد من الميزات أيضا من واتساب بالفترة الأخيرة للتطوير من هذا التطوير